مدة سداد تصل إلى عشرة سنوات تفاصيل قرض أصحاب المهن الحرة بخمسة بنوخ خاصة أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك تتيح خمسة بنوخ خاصة قرض شخصي كاش لأصحاب المهن الحرة المصريين الذين يمتلكون أعمال خاصة ويعملون في السوق المصري ويمكنهم إثبات دخلهم من خلال كشف حساب من أي بنك وتشمل قائمة البنوك الخمسة البنك التجاري الدولي بنك قطر الوطني البنك الأهلي بنك الإسكندرية البنك العربي الأفريقي الدولي والـ HSBC بهدف مساعدتهم على تنمية تطوير أعمالهم من خلال تمويل المعدات والأدوات والمواد التي يحتاجها الأعمال بأسهل وأبسط الإجراءات وتتوحد البنوك في المستندات والأوراق المطلوبة من العميلة للموفقة على القرض وقدرة البنك على التأكيد من بياناته وتشمل المستندات المطلوبة سورة من بطاقة الرقمي القومي وتكون سريع سجل التجاري حديث وكشف حساب بنكي لآخر 6 شهور للعملاء الجدد فقط إيصال مرافق حديث لم ينضي على تاريخ استخراجه 3 شهور إذا كان كهرباء أو غاز إزباد دخل البطاقة الضريبية الأصلية للإطلاع عليها والنسخة يتم الحصول عليها وتتباين تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة من بنكي إلى آخر بحسب قيمة القرض وفتر السداد القرض وعمر العميل ونسبة الفيدة وهذه هي أبرز تفاصيل القرض البنك الأول البنك التجاري الدولي قيمة القرض من 10 تلاف جنيه إلى 750 ألف جنيه فترة السداد تصل إلى خمسة سنوات سعر الفيدة يتراوح من 19% حتى 23.5% فايدة متنقصة سنويا عمر العميل من 21 سنة ل60 سنة الدخل الشهري ما يجلش عن 3000 جنيه تأمين على الحياة خلال فترة السداد القرض البنك التاني وهو بنك الـ HSBC قيمة القرض بتوصل لغاية 500 ألف جنيه فترة السداد القرض من 6 شهور لخمس سنين نسبة الفيدة من 18% لـ 11% سنويا عمر العميلة بيبدأ من 30 سنة وما يعديش 65 سنة الدخل الشهري ما يجلش عن 10,000 جنيه البنك التالت بنك اسكندرية قيمة القرض بتوصل فيه لغاية مليون جنيه بحسب موقع البنك فترة السداد القرض بتوصل لغاية 7 سنين نسبة الفيدة بتختلف من عميل إلى آخر حسب الجدارة الانتمائية عمر العميل من 25 سنة لـ 65 سنة الدخل الشهري يتوقف حسب المهنة والنشاط أربعة بنك قطر الوطني الأهلي الـ QNB قيمة القرض بتوصل لمليون جنيه فترة القرض أو فترة السداد بتبدأ من 12 شهر وبتوصل لغاية 5 سنين نسبة الفيدة 17% فايدة متنقصة وبتزيد حسب حالة كل عميل عمر العميل ما يجلش عن 25 سنة وما يزيدش عن 60 سنة الحد الأدنى للدخل الشهري 2000 جنيه البنك رقم 5 وهو البنك العربي الأفريقي الدولي قيمة القرض بتبقى من 15 ألف جنيه لمليون ونص فترة السداد القرض بتوصل لـ 10 سنوات نسبة الفيدة متدرجة حسب تصنيف الشركة ونوع المهنة والجدارة الانتمائية عمر العميل ما يجلش عن 21 سنة وما يزيدش عن 65 سنة عند تاريخ انتهاء التمويل والدخل الشهري لازم يكون 5000 جنيه أو أكتر من كده إذا أعجبك الفيديو عزيز المتابع من فضلكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك